وفي الشرق الاوسط ايضا بوريل روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في حرب اوكرانيا قال الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسية الامنية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل انه ليس متفائلا بشأن الوضع في اوكرانيا وانه يعتقد ان روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في الحرب مع اوكرانيا واضف مسؤول سياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خلال منتدى للخبراء في برشلونة باسبانيا ارى الارادة الواضحة لدى روسيا للانتصار في الحرب روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر بحسب وكالة انباتاس الروسية وقال بوريل لست متفائلا في توقعاتي بشأن الكيفية التي قد يتطور بها هذا الصراع في الصيف مضيفا انه يتعين على الاتحاد الاوروبي مواصلة تعزيز مساعداتها العسكرية لاوكرانيا وقال بوريل في وقت سادق في بروكسل انه بينما يواصل تنسيق المساعدات العسكرية الاوروبية لاوكرانيا لا يشعر بانه كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الاوروبي لكن وزير دفاع الاتحاد الاوروبي ترجمة نانسي قنقر